اهلا بكم من جديد اعلن مصرف البحرين المركزي بانه تمت تقطية الاصدار رقم 1774 من ادونات الخزانة الحكومية الاسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين وتبلغ قيمة هذا الاصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوما تبدأ في 25 سبتمبر 2019 وتنتهي في 25 ديسمبر 2019 كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الاذونات 2.82% مقارنة بسعر الفائدة 2.79% للاصدار السابق بتاريخ 11 سبتمبر 2019 كما بلغ الرصيد القائم لأدونات الخزانة مع هذا الاصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نوصل النشرة الاقتصادية مشاهدين مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعقدات هذا اليوم ونبدأ مع بورصة البحرين فقد أقفل مؤشر البحرين العام باللون الأخضر على تقدم بنسبة 0.5% مقفلا عند مستوى 1519 نقطة وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار وتجاوزت كمية الأسهم المتداولة 3.28.000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 796 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 90 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية فنبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 7954 نقطة بارتفاعا بلغت نسبته 0.34% وبالنسبة لسوق دبي المالي فقد أغلقت عند مستوى 2835 نقطة بارتفاعا بلغت نسبته 0.67% وبالنسبة لسوق مسقط للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 4006 نقاط بارتفاعا بلغت نسبته 1.4% قال وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان إن المؤشرات الاقتصادية تؤكد تحقيق الكثير من النتائج الإيجابية على صعيد تنفيذ البرنامج الإصلاحي الهادف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتنميته ما يؤكد صحة وسلامة الخطوات المتخذة ضمن تحقيق برامج رؤية المملكة 2030 وضف الجدعان في بيان بمناسبة اليوم الوطني 89 أن هذا العام شهد العديد من الإنجازات التي حققها القطاع المالي من خلال مواصلة الإصلاحات المالية وتقوية ووضع المالية العامة بما في ذلك إدراج السوق السعودية ضمن مؤشرات أسواق الأسهم العالمية والانضمام إلى مؤشر MSCA للأسواق الناشئة ومؤشر فوتسي للأسهم الناشئة بالإضافة إلى مؤشر S&P Dow Jones للأسواق الناشئة أكد كوستنس كوبريس نائب رئيس مؤسسة موديز أن المؤسسة تتوقع أن تحقق مصر معدلات نمو خلال الأربع سنوات المقبلة ما بين 5% إلى 6% نتيجة الإصلاحات الاقتصادية وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين الاستثمار والإفلاس مضيفا أن المؤسسة ستبقي أو ستبقي على نظرتها للاقتصاد المصري إيجابا خلال الفترة المقبلة وأضاف كوبريس أن ساداد الحكومة لمستحقات الشركاء الأجنبية خلال الفترة الأخيرة ساهم في نمو قطاع النفط مدعما بالاستخراجات النفطية الجديدة الأمر الذي سيؤدي إلى تحسين ميزان المدفوعات وزيادة معدلات التصدير النفطية أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أن الدولار متوفر في القطاع المصرفي اللبناني وشدد سلامة على أن استحقاقات الديون اللبنانية القادمة سيجرى سدادها مشيرا إلى أن أسعار الفائدة على السندات اللبنانية في السوق الثانوية بلندن متضخمة وقال رياض سلامة أن الفوائد التي يرونها بالسوق الثانوية في لندن تعتبر متضخمة والفوائد الطبيعية يجب أن تكون أقل مما هو معلن في أسواق لندن ويذكر أن الرقم المعلن من البنك المركزي لاحتياطات العملة الأجنبية هو 31 مليار دولار بنهاية يوليو النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل بيل جيتس يكشف أسباب زيادة ثروته 17 مليار هذا العام انهارت شركة السياحة البريطانية توماس كوك في ساعة مبكرة من صباح الاثنين بعد فشلها في تأمين التمويل اللازم تارك عشرات الآلاف من المصطفين عالقين في الخارج وذكرت الحكومة البريطانية أن عودة 150 ألف سائح البريطاني قامت الشركة التي تأسست قبل 178 عاما بتسفيرهم في وجهات سياحية بجميع أنحاء العالم ستكون أكبر عملية ترحيل في تاريخ البلاد في زمن السلم وقالت سلطة الطيران المدني أن شركة توماس كوك توقفت عن العمل وستتوقف شركات الطيران الأربع التابعة لها وسيفقد موظفوها البالغ عددهم 21 ألف موظف في 16 دولة وظائفهم بما في ذلك 9 ألاف موظف في المملكة المتحدة قالت منظمة الصحة العالمية أنه يتعين على الحكومات زيادة إنفاقها على الرعاية الصحية الأولية بمقدار نسبة 1% إضافية وذلك من إجمالي ناتجها المحلي لزيادة التقطية وأضافت المنظمة في تقرير أعدت مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الدولي أنه على الرغم من بعض التقدم الذي أحرز فإن عددا أكبر من الناس يضطرون للدفع من أموالهم الخاصة للأدوية والعلاج المكلف في الغالب وذكر الطبيب بيتر سلامة المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية أنه يعتقد أنه أمر يمكن تحقيقه وبتكلفة معقولة وتابع أن رفع مستوى الرعاية الصحية الأولية في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط سيكلف 200 مليار دولار إضافية سنويا والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية موسيقى موسيقى استطاع الملياردير الأشهر في العالم بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت الأمريكية تكوين ثروة طائلة تتجاوز حاليا مستوى 116 مليار دولار لكن الأهم من ذلك أنه استطاع أن يواصل تنمية هذه الثروة وأن يضيف لها أكثر من 17 مليار دولار خلال العام الحالي وحده ولفت النجاح الكبير والمستمر منذ سنوات لبل جيتس الكثيرين من أجل متابعة أعماله واستثماراته وكيفية إدارتها خاصة أنه استطاع بمفرده أن يكون هذه الثروة دون أن يرث منها شيئا وبحسب تقرير لوكالة بلومبرغ فإن ثروة بيل جيتس بلغت حتى الآن 116 مليار دولار ومن بينها أصول بقيمة 60 مليارا ويقول جيتس أن الاستراتيجية التي استخدمها في استثماراته بسيطة وهي أن أكثر من 60% منها عبارة عن أسهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر